بيبدأ المسلسل في مدينة اطلانتا بواحدة ست اسمها نيكول وابنها الصغير الاسم ديون ونيكول وديون بيكون لسه منتقلين لمدينة اطلانتا وبيكونوا عايشين لو احدهم لان ابو ديون توفق وبتكون نيكول بتحاول توازن بين تربية ابنها ديون وبين شغلها لكن ما بتكونش قادرة تعمل كده وفي اغلب الاوقاب بتتأخر على شغلها بالسبب ديون وبيكون ديون في الوقت ده قعد يفطر وهي مستنى يخلص فطار علشان تاخده بعد كده وتوصله للمدرسة وبعدها تطلع على شغلها وبعد ما ديون بيخلص فطار بيوقع طبع الاكل من غير ما يقصد لكن المفاجأة ان الاكل بيفضل طاير في الجو بشكل غريب وصادم وبيكون ديون وايف يتفرج على اللي بيحصل ده هو كمان مصدوم وبيعتقد انه عنده قوة خارقة واول ما نيكول امه بتدخل للمطبخ ديون بيتشتت فبيوع على الاكل اللي كان طاير في الجو وبتتعصب نيكول لما بتشوف ان ديون وقع الاكل لكن ما بتلحقش تنظف الارض لان هي بتكون متاخرة على شغلها وبتاخد ديون على طوله وبتمشي علشان تودي المدرسة وتطلع بعد كده على شغلها لانها متاخرة عليه وفي الطريق بيحاول ديون يفهم امه انه عنده قوة خارقة وبيقدر يتحكم في الحاجات بعقله لكن امه مش بتصدقه لانه هو بيحب القصص المصورة وقصص الابطال الخارقين واكيد هو بيتمنى يكون زيهم وبعدها بيوصلوا للمدرسة وده بيكون اول يوم دراس لديون ولما بيدخل للمدرسة بيحاول يكون صداقات ويتعرف على زميله اللي معاه في المدرسة لكن الاولاد اللي موجودين في المدرسة بيتجهلوه ومش بيكونوا مهتمين يتعرفوا عليه وبتكون امه واقفة بعيد وشايفة اللي بيحصل وبتزعل وبتتأثر على ابنها لحد ما بتبص على الوقت وبتتفاجئ ان هي تأخرت جدا على الشغل فبتمشي من المدرسة على طوله عشان تروح شغلها لكن وهي في الطريق بتجيلها مكالمة من مديرها واللي بيبلغها ان هي مطروضة ان الشغل لاني دي مش اول مرة تتأخر فيها وطبعا بتزعل نيكول لان هي لقت الشغل ده بصعوبة كبيرة وهي اللي بتصرف على ابنها وعندها التزامات كتير جدا فبتروح نيكول تقعد مع اصحابها وتحكي لهم على اللي حصل وهي متضايقة فاصحابها بيحاول يهونوا عليها ويخففوا عنها وبيوعدوها ان كل حاجة تبقى كويسة وبعدها بتسيبهم نيكول وبتمشي علشان تروح تاخد ابنها من المدرسة لكن لما بتصل لهناك ما بتقدرش تلاقي ديون فبتخاف جدا ليكون حصل له حاجة وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه وبيكون بيلعب في مكان بعيد شوية عن المدرسة وساعتها بتزعق له وبتعمل معه مشكلة علشان هو مستنيهاش قدام المدرسة وخضع عليه وبتاخده نيكول وبيرجعوا للبيت وهناك بيلقوا شاب مستنيهم قدام البيت والشاب ده بيكون بات وبات ده صاحب ابو ديون المقرب واللي بيجي يزورهم كل فترة ويتطمن عليهم ويشوفهم لو محتاجين حاجة وكمان بيكون صاحب ديون وبيجي يلعب معاه علشان يحاول يعوضوا عن غياب ابوه وبيدخل بات يقعد معهم شوية وبيطلب من نيكول ان هو ياخد ديون ويخرجه سوى وبيقول لها ان هم مش هيتأخروا هيجوا بعد ساعة فبتوافق نيكول وبات وديون بيخرجوا سوى وبيقعدوا يتكلموا ويهزروا سوى لحد ما ديون بيسأل بات عن ابوه وبيسأله ابوه مات ازاي لانه كل لما بيسأل امه السؤال ده بتتوه عن الموضوع ومش بيتجاوب فهنا بيرتبك بات شوية وبعدها بيقول له ان ابوه كان عالم كبير في مجال الاعاصير والعواصف وان في مرة هو بيقدي شغله ورايح يدرس عصفة قوية حصلت له حدثة وللأسف توفى فبيفضله يتكلمه سوى لغاية ما بيتأخر الوقت وبات بياخد ديون ويرجعه البيت وبيروح بات يتكلم مع نيكول على انفراد وبيقولها ان ديون بدأ يسأل عن وفاة ابوه وبيقولها ان هي لازم تقرب من ديون شوية وما تحسسوش بغياب ابوه ولما بيمشي بات بتروح نيكول تتكلم مع ديون وبتقوله ان هي اضطردت من الشغل وبتفضل تتكلم معها وبيكون واضح عليها ان هي حزينة فبيحاول ديون يخفف عن امه وبيبدأ يساعدها في ترتيب البيت وبيبدأ يحرك كل حاجة حواليها باستخدام عقله بس وطبعا هنا امه بتنصدم من اللي بيحصل وبتفضل تزعقله فبيخف ديون وبيتوتر وبيفقد السيطرة على قوته وبتبدأ كل حاجة حواليهم بتتحرك بسرعة عالية لحد ما كل حاجة بتقف لوحدها وبتقف على الارض وساعتها بتكون يكون لسا مصدومة ومش مصدقة اللي بيحصل ده وعلشان كده بتاخد ابنها وبتروح الاختها على طول واللي بيكون اسمها كات وبتحكي لها على كل اللي حصل وبتكون كل طلبة المساعدة من اختها بالتحديد لان هي دكتورة في مستشفى كبيرة لكن طبعا كات اختها مش بتصدق الكلام ده فبتاخدها كات لبرا المستشفى عشان تتكلم معها على انفراد وبتبدأ تسألها لو بتتعاطى حاجة او شارب حاجة لان بالفعل نيكول كانت بتتعاطى زمان فبتقول لها اختها ان هي مش بتتعاطى حاجة ولكن كات بتفضل تزعق لها وبتقولها تسيطر على نفسها وتبطل تتعاطى الحاجات اللي بتاخدها علشان حتى تعرف تهتم بابنها وبتسيبها وبتمشي وفي اللحظة دي بتحبط نيكول لما بتتأكد ان محدش هيصدقها فبتاخد ابنها وبيرجعوا للبيت وبتقعد نيكول تتكلم مع ديون وبتحكيله عن ابوه وعلى ذكرياتها معاه وبتقوله ان هم هيروحوا يقضوا يوم في بيت البحيرة بتاعهم لان هي نفسيتها تعبانة لفترة دي فبيوافق ديون وبييجي تاني يوم وبيروحوا هم الاتنين لبيت البحيرة واللي كانت نيكول بتروحوا دايما مع جوزة قبل ما يتوفق فبيطلب ديون من امه ان هم ياخدوا جولة في البحيرة بالمركب بتاعهم ويصطادوا شوية سمك فبتوافق ان يكولوا وبيركبوا المركب وبيتحركوا بيها وبيحاول ديون يصطاد اي سمك لكن من غير اي فايدة فبيستخدم قوته الخارقة وبيطلع اسمك كتير من البحيرة باستخدام عقله فبتمبير هنا امه بقوته لكن بتطلب منه يرجع السمك تاني للبحيرة من تاني لان هو كده ممكن يقتل السمك لان السمك بيعيش في المية لكن لما بيحاول يرجع السمك للبحيرة بيفقد السيطرة على قوته وبتحسن رياح شديدة في المكان لدرجة ان الرياح دي بتشيل الاشجار من مكانها وبتطيرها بسرعة رهيبة وكأن في عصفة قوية حواليهم وفي غصن شجرة طاير بيغبط في ديون وبيوقع على المركب وساعتها كل حاجة بتقف ونيكول بتنزل فورا تنقذ ابنها من الغرق وبعدها بيرجعوا للبيت ونيكول بتسيب ديون يرتاح شوية وبتروح بعد كده تقعد لوحدها لكن بعد شوية بتسمع نيكول صد ديون وهو بيتكلم مع حد برا البيت فبتطلع نيكول تشوف ديون بيتكلم مع مين وبتتفاجئ ان الديون بيتكلم مع شبح جوزها المتوفي ونيكول كمان بتشوف شبح جوزها وبتكون مرعوبة ومبسوطة في نفس الوقت وساعتها بيقول لها جوزها تاخد ابنهم وتهرب لان هم في خطر كبير وبيختفي جوزها فجأة وبيكون شكله خايف وقلقان عليهم ونيكول ما بتكونش فاهم اي حاجة ومش عارفة اي اللي بيحصل لكن بتكون متأثرة علشان شفت جوزها وبيجي تاني يوم وبتكون نيكول قعدة تريب ابنه هو نايم وتتأكد ان هو بخير لحد ما بتلاقي زابط شرطة بيخبط عليها عشان يتطمن عليها بعد العصفة الشديدة اللي حصلت مبارح وبتعرف نيكول من الزابط ان في خسار كتير حصلت بسبب العصفة اللي حصلت فجأة مبارح وبيوريها الزابط صورة بنت مفقودة اختفت في العصفة وما حدش قادر يلاقيها لحد دلوقتي وبيطلب منها لو شافت البنت دي فأي مكان تتصل بفورا وبيستأذم منها وبيمشي وبعدها نيكول بتاخد ابنها وبيطلع ويتمشوا سوا فبتحاول نيكول تفاهم ابنها ان هو لازم يتحكم في القوة بتاعته لان هو لو ما قدرش يتحكم في قوته وفضل بالشكل ده هيئزي ناس كتير لكن علشان ديوم بيكون لسه صغير ما بيكونش فاهم اي كلام من اللي امه بتقوله وكمان مش مهتم بيه وبيسيبها وبيروح يلعب وبيجري ديون ورا سنجاب في الغابة ولما بيلاقي سنجاب تسلق شجرة بيكون عايز يطلع وراه والمفاجأة هنا ان هو بيلاقي نفسه اختفى من على الارض وظهر فوق الشجرة زي ما كان هو عايز فبيبدأ ديون يفهم ان قوته اكبر مما هو يتخيل لكن المشكلة ان هو بيكون متعلق على الشجرة ومش عارف ينزل وبيكون خايف جدا لدرجة اني بتجيله ازمة في التنفس وبيفضل ينادي على امه علشان تلحقه لحد ما هي بتسمعه وبتروح تجيب سلم وجهاز التنفس بتاعه وبتطلع تنقذه من فوق الشجرة وبتديله جهاز التنفس عشان الازمة اللي عنده وبعدها بيرجعهم الاتنين للبيت وبيجي اتصال لنيكل من اختها كات واللي بتقول لها في المكالمة ان هي رتبت لها مقابلة شغل في المستشفى عندها بعد ساعتين وان هي ما ينفعش تضيع الفرصة دي من ايديها بسبب ظروفها المادية الصعبة خصوصا لان ما فيش شغل تاني فبتجهز نيكل نفسها وبتاخد ديون وبيتحركوا علشان يرجعوا للمدينة على طول وبتضطر نيكل ان هي تاخد ديون معها وهي رايحة تعمل مقابلة الشغل لان ما فيش حد يرعاه فبتدخل نيكل تعمل المقابلة وهي خايفة على ديون وبيتكون الان الاحسان يفقد السيطرة على قوته جوه وتحصل مصيبة في المكان وطبعا ده بيخليها مش مركزة في المقابلة نهائي وكل تفكيرها في ديون لحد ما بالفعل بتلاقي ديون قاعد على كرسي وبدأ يفقد السيطرة على قوته وبيبدأ يطيره هو والكرسي فبتسيب المقابلة وبتروح تيجري على ابنها وبتوقف اللي بيحصل قبل ما حد يشوفه والموضوع يتطور وتحصل مشكلة وطبعا بسبب اهمال نيكل المقابلة وعدم تركيزها المدير بيرفض يعينها ولما كاب بتعرف اللي خصل بتدايق من نيكل وبتكون مستغربة تصرفاتها ولما بتمشي نيكل من المستشفى بتتصل كاتب بات وبتقوله على حصل وبتقوله ان هي ملاحظة ان نيكل بتعمل تصرفات غريبة في الفترة الاخيرة وعلشان كده بتطلب منه يروح يتطمن على نيكل وابنها ويقضي معاهم شوية واق علشان هي مش متطمنها لنيكل ويحس ان في حاجة غلط فبيوافق باتي وبيوعدها ان هو هيعمل كده وبالفعل بيروح باتي يشتري العشاء وبيطلع على بيت نيكل وبيقابل برى البيت وبيقفوا يتكلموا ويدردشوا سوا وبيطمن بات عليها وعلى احوالها وفي نفس الوقت ده بيكون ديوم موجود في قطه وبيرايب المنطقة بتاعته وده لان هو بيكون شايف نفسه بطل خارق وعايز يساعد اهل منطقته ويحميهم من اي شر واسناء ما هو بيرايب المنطقة بيشوف بنت صغيرة وقعت لعبتها في نص الطريق وابو البنت دي ما بياخدش باله وبيسيب اللعبة وبيمشي فبيقرر يحرك اللعبة بعقله وينقلها عند البنت لكن بدل ما يعمل كده بينقل نفسه هو عند اللعبة واسناء ما هو واقف في نص الطريق بتكون فيها عربية جاية بسرعة جدا ناحيته فبتصرخ نيكله وبتحاول تحذره واساعتها بيتخد ديونه وبيختفي من مكانه قبل ما العربية تخبطه وبيتنقل ديون عند امه فبتحضنه وهي منهرة وخايف عليه جدا وطبعا بيكون باب بيشوف كل اللي بيحصل ده وهو مصدوم ومش مصدق نفسه وبعدها بيدخلوا كلهم للبيت ونيكل بتفاهم بات كل حاجة وبتعرفوا ان ديون عنده قوة خارقة وان هو بيقدر يحرك الحاجات بعقله وكمان بيقدر ينتقل من المكان للتاني بسرعة خيالية لكن المشكلة دلوقتي ان هو مش بيقدر يتحكم في قوته وممكن تحصل كوارث بسببه وطبعا بيكون بات مصدوم من اللي بيسمعه لكن في نفس الوقت بيكون فرحان ومبور بديون وبيطلب بات من ديون ان هو يحرك كم لعبة بعقله علشان يشوفه وهو بيعمل كده وبالفعل ديون بيقدر يحرك الالعاب دي بعقله بسهولة ولكن كالعادة الموضوع بيخرج عن سيطرته لكنهم بيقدروا يسيطروا على الموضوع قبل ما تحصل كارثة وبعدها نيكول بتاخد ديون وبتروح تنيمه علشان يرتاح وبتطلع نيكول تقعد مع بات وبيبدأوا يتكلموا بخصوص ديون وبتقولوا ان ما ينفعش حد يعرف القوة اللي عند ديون لان ساعتها طبعا الحكومة هتاخدوا منها وهيحولوه لفرط جارب وهيدرسوه فبيطمنها بات ان هو مش هيقول لأي حد على اللي شايفوه وكمان بيقول لها ان هما الاتنين لازم يتعاونوا مع بعض ويخلوا ديون يسيطر على قوته فبتوافق نيكول جدا وبيجي تاني يوم وبتروح نيكول تدي ساعة يد لديون وبتقولوا ان الساعة دي بتاعت ابوه والن الساعة دي مميزة جدا لان هي هتساعدوا على التحكم في قوته والسيطر عليها ولما ديون بيعرف كده وبيلبس الساعة ثقته في نفسه وبيحاول يحرك الحجاب بعقله وبينجح وبيقدر يسيطر على قوته بشكل افضل ووقتها بتطلب نيكول من ديون ان هو يؤيدها ان هو مش هيستخدم قوته في العلن ومش هيعرف الناس بقوته فبيؤيدها ديون بكده فبعدها بتجهزوا نيكول وابتخدوا توصلوا للمدرسة علشان يبدأ يتعامل عادي زي اي ولد في سنه وميحسس على ديون وبياخد منه الساعة بتاعت ابوه فبيتعصب ديون وبيتضايق وبيستخدم قوته وبيغبط الولد ده في الحيطة بقوة كبيرة والحزن الحظ محدش بيشوف ديون هو بيعمل كده لكن الولد بيقول ان ديون هو لضربه وزاقه وعلشان كده لما بتيجي نيكول تاخد ابنها من المدرسة بتعرف ان هو في مكتب المدير فبتروحني كل المكتب بتاع المدير وبتقابله وبيقول لها ان ابنها ضرب زميله وتعد عليه بدون سبب وهو مضطر يفصل ابنها من المدرسة والمدير في الوقت ده بيبقى عارف ان الولد التاني هو لتنمر على ديون الاول وهو اللي اخد منه ساعة والده لكن المدير بيكون عايز يفصل ديون لان بشرته صمرة والمدير ده بيكون عنصري جدا وبيدعم الولد التاني لمجرد ان هو ابيض البشرة لكن في اللحظة دي بيدخل مدرس ديون في الفاصل وبيكون هو كمان اصمر وبيهدد المدير انه هيعرف كل الناس ان هو عنصري وان هو هيفصل طالب من المدرسة لمجرد ان هو اصمر البشرة فبيخاف المدير وبيغير عقاب ديون وبيخلي العقاب احتجاز ساعة بعد المدرسة بدل الفاصل وبعدها نيكول بتروح تتكلم مع ديون على انفراد وبتقول ان هو وعدها ان هو مش يستخدم قوته في العلن فبيقول لها ديون ان اللي حصل ده حصل غصب عنه وهو ما كانش يقصد يقزي الولد ده فبتطلب منه امه ان هو يتحكم في نفسه بعد كده علشان ما يقزيش اي شخص تاني حتى لو الشخص ده يديقه ونرفزه وبعدها بتضطر نيكول تسيب ديون في المدرسة علشان الاحتجاز وبتروح توقت شوية مع صاحبها لحد ما بيجي لها اتصال من واحد اسمع شارلوت وشارلوت دي كانت زميلة ابو ديون في الشغل لكن كانت مختفية من ساعة موت ابو ديون وما حدش يعرف هي كانت فين وبتطلب شارلوت من نيكول ان هي تيجي تقابلها علشان تقول لها جوزها مات ازاي وساعيتها بتنصدم نيكول وتقرر تروح تقابلها فورا وبالفعل بتروح نيكول تقابلها وهناك بتكتشف نيكول ان شارلوت عندها قوة خارقة زي ديون بالزبط وبتقعد شارلوت مع نيكول وبتقول لها ان هي كانت زميلة جوزها في الشغل وبتحكي لها ان في يوم جت لهم رحلة لايسلندا علشان يدرسوا عصفة قوية هناك وساعيتها فيه بعسة كاملة سفروا لهناك وهي وجوز نيكول كانوا من ضمن البعسة دي ولما وصلوا اتفاجوا ان دي مش عصفة عادية وان فيه اشعة غريبة بتطلع من العصفة دي والاشعة دي اصابت البعسة كلها وساعيتها كل اللي كانوا في البعسة اكتسبوا قوة خارقة رهيبة وجوز نيكول كان عنده قوة خارقة لكن المشكلة ان فيه شخص شرير بدأ يطرد افراد البعسة وبدأ يقتل كل الاشخاص اللي اكتسبوا القوة الخارقة والشخص الشرير ده قدر يقتل معظم افراد البعسة وحتى جوز نيكول اتقتل على ايد الشخص ده فبتعرف نيكول هنا ان هو ما ماتش موتها طبيعية زي ما كانت فاكرة وان ما فيش حد عايش من البعسة دي غير شارلوت وبتقول لها شارلوت ان من ساعتها وهي بتتخفى وبتستخفى علشان الشخص ده ما يداشه يلاقيها وبتكون نيكول مصدومة من كل اللي بتسمعه وبتقول لها ان ابنها الصغير ديون اكتسب القوة الخارقة دي من ابوه فبتنصدم شارلوت وبتخفى وبتقول لها ان هي وابنها في خطر كبير وده لان الشخص الشرير اللي قدت لها عليه مش هيسيبها هي وابنها وبتسيبها شارلوت بعد كده وبتهرب من المكان وهي خايفة ومرعوبة وساعتها بتخاف نيكول جدا وبترجع للبيت وهي مش عارفة تعمل ايه في المصيبة دي وازاي هتقدر تحمي ابنها واسناء ما هي عادة لوحدها بتجيلها رسالة من شارلوت والرسالة دي بيكون فيها فيديو والفيديو ده بتكون فيه عاصفة قوية وفيه شخص ضخم ظهر جوال عاصفة والشخص ده مكاون من البرق وبتعرفها شارلوت ان هو ده الشخص الشرير اللي كلمتها عنه ولازم تستخبها هي وابنها قبل ما يقدر يلاقيهم وبييجي تاني يوم وبتروحني كل بات وبتحكيله على كل اللي حصل وبتوريله صورة للشخص الشرير اللي بيهادت حياتهم وبيكون بات مصدوم من اللي بيسمعه وبيقررهم اللي اتنين ان بات يخلي باله من ديون وهي هتحاول تدور ورا موضوع الشخص الشرير ده وتعرف عنه اكتر وبالفعل بات بياخد ديون للشركة عنده واللي بتكون نفس الشركة اللي ابو ديون كان شغال فيها وبيوريه بات الشركة والانظمة اللي فيها وازاي بيقدروا يرأبوا العواصف ويحددوا قوتها وكمان بيعرفوا بالزملاء في الشركة وبيوريروا صورة كبيرة لابوه واللي بيعتبروا في الشركة هنا قدوتهم ولما بييجي الليل بيرجعوا للبيت وبتروح نيكول تقول لديون ان هي قدرت تلاقي شغل وبيفضلوا يحتفلوا مع بعض بالخبر ده وبييجي تاني يوم وبيكونوا اليوم ده هو عيد ميلاد ديون ونيكول وباب بيعملوا حفلة كبيرة لديون وبيحتفلوا بعيد ميلاده وبيفرحوا وبينبسطوا كلهم ولما بيجي الليل بنشوف ديون هو بيحاول ينام لحد ما بتحصل عاصفة جديدة في المدينة ولما بيبص ديون على العاصفة دي من الشباك بيلاقي شخص ضخم جوا العاصفة والسبب مجهول بيحس ديون بالخوف الشديد من الشخص ده ولما بيجي تاني يوم بيروح ديون يحكي الامه عالكائن اللي شافه وسط العاصفة فبتتوتر هنا نيكول وبتوري له صورة الكائن الشرير اللي كانت شارلوت بعتها لها وبتسأله لو هو يقصد الكائن ده فبيقول لها ديون ان فعلا هو ده نفس الكائن اللي شافه وساعتها بتخاف نيكول اكتر وبتحس ان الكائن ده بدأ يقرب منهم وان ديون ابنها في خطر وعلشان كده بتروح نيكول تتفصل بشارلوت وبتحكي لها على اللي حصل وبتطلب مساعدتها ضروري وبالفعل بتيجي شارلوت للبيت وبتقابل نيكول وبتسألها هي عايزها تسعيدها في ايه فبتقول لها نيكول ان هي عايزها تعلم ديون يسيطر على قوته ويعرف يستخدمها كويس علشان يقدر يحمي نفسه من الكائن ده فبتوافق شارلوت على مساعدتهم وبتروح تقابل ديون وبتتعرف عليه وبتعرفه بنفسها وبتوضح له ان هي كمان عندها قوة خارقة زيه ولما بيتصاحبه وبياخده على بعض بتاخده شارلوت للبادروم وبتبدأ تدربه وتعلمه ازاي يتحكم في قوته كويس وفي نفس الوقت ده بتخرج نيكول مع باته وبيتفسحه سوا وبيقده وقت لطيف سوا وبيجي تاني يوم وبيجي بات ياخد ديون علشان يوصله للمدرسة وفي الطريق بيحكي بات لديون ان هو عنده صداع قوي ما بيخرجش منه وبقاله فترة فبيقرب ديون من باته وبيستخدم قوته وبيقدر يعالج بات من الصداع اللي عنده بمنتهى السهولة لكن لما بيوصل ديون للمدرسة بيحس بتاعب شديد لدرجة ان ادارة المدرسة بيتصله بنيكول تيجي تاخده والمشكلة ان ان كول ما بتقدرش تسيب شغلها فبتتصل باختها كات عشان تروح تاخد ديون وبالفعل بتروح كات تاخد ديون لكن بتلاحز كات ان ديون تعبان جدا فبتقرر تاخده للمستشفى عندها وتعمله اشعة وتشوف مشكلته ايه ولما بيوصلوا لهناك بيبدأوا يعملوا الاشعة والتحاليل لديون لكن مفيش ولا دكتور بيقدر يشخص حالته ويعرف هو بيعاني من ايه بالزبط لحد ما نيكول بتخلص شغلها وبتطلع على المستشفى علشان تطمن على ابنها وكلهم بيكونوا قلنين على ديون وخايفين عليه خصوصا ان محدش عارف هو بيعاني من ايه وبالصدفة هو تعبان على السرير بيطير في الجو قدام كات فبتصدق هنا ان ديون عنده قوة خارقة وبتروح تعتذر لنيكول اختها علشان ما كانتش مسدقها وبعدها بتبدأ حالة ديون تسوق اكتر واكتر ومفيش حد قادر يعرف ايه مشكلته لحد ما بيوصل باته وبيقولهم انه اكتشف انهم لازم يزودوا نسبة اليود في جسمه وبالفعل الاطباء بيسمعوا كلامه وبيجربوا يزودوا له نسبة اليود وساعتها بيرجع ديون لطبيعته وبيقوم يمشي ولا كأن في حاجة حصلت وفي اللحظة دي بات بيروح يتكلم مع نيكول على انفراده وبيعترف لعب حبه فبتقول له نيكول ان هي مش بتحبه وان هي مش عايزة ترتبب بيه لان هي مش فاضية للحب والكلام دي دلوقتي علشان هي بتحاول تواظب على شغلها وتهتم بديون ومش عايزة حاجة تعطلها فبيزعل باته وبيسيبها وبيمشي وبتتأثر نيكول علشان زعلته وبتاخد ابنها علشان تمشي من المستشفى لكن وهي خارجة بتتفاجئ بمجموعة اشخاص من الشركة اللي كان جوزها شغال فيها وبيكونوا جايين ياخدوا يوم منها وده بحجة انه هو عنده مرض خطير ولازم يتنقل للحجر الصحي فبياخدوه منها وبيمشوا وهي ما بتقدرش تمنعهم وبتنهار ملايات وبعدها بتروح نيكول للشركة دي وبتسألهم عن ابنها لكن محدش بيقولها اجابة صريحة وبسبب كده بتفقد نيكول السيطرة على احصابها وبتبدأ تكسر في كل حاجة حواليها لحد ما بتجي مديرة الشركة عشان تهديها وتعرفها ان ابنها بخير وبتقول لها ان اسمها سوزان وتخدها سوزان تتكلم معاها وبتقول لها ان هم عارفين كل حاجة تخص ديون وعارفين ان هو عنده قدرات خارقة وان هم بيرقبوا بقالهم فترة وعارفين ان هو ورس القوة اللي عنده دي من ابوه وان هم عايزين يدريس ديون علشن يعرفوا معلومات عنه وعن قوته لكن يكول بترفض كده وبتعرض على سوزان ان هي تديها ابحاث سرية والابحاث دي كانت بتاع جوزها وكان عامل الابحاث دي عن قوت ابنه وفيها كل المعلومات عن ديون وعن القوت بتاعته وفي المقابل يرجعوا لها ديون ابنها وما يعملوش اي دراسات عليه فبتوافق سوزان على العرض ده وبالفعل بتروح نيكول تاخد ابنها واللي هم كانوا بيعملو كويس وكانوا بيلعبوا معه ما كانوش بيالزوم وبتاخدوا نيكول وبتمشي ولما بيجي تاني يوم بتيجي شارلوت تزور نيكول وتتطمن عليها وساعتها بتحكي لها نيكول على كل اللي حصل وبتفهمها ان هي خايفة على ديون ومش عايزة تودي المدرسة فبتقولها شارلوت ان هي هتخرج مع ديون وهتفضل معه طول اليوم وهتبقى مختفية باستخدام قوتها فبتشكرها نيكول وهي مبسوطة جدا وبالفعل بتخرج شارلوت مع ديون وبتروح معه للمدرسة وبتكون مختفية وبتفضل تأمنه طول اليوم ولما بيجي الليل بتطلب نيكول المساعدة من شارلوت وبتطلب منها ان هي تعيش معاهم علشان تقدر تدرب ديون على استخدام قوته كل يوم وكمان علشان تبقى معاهم وتحميهم من اي خطر فبتوافق شارلوت على مساعدتهم وتاني يوم بيروح بات يقابل نيكول وبيسألها لو هي رفضته علشان في شخص تاني في حياتها فبتحرجه نيكول وبترفض ترد عليه فبيتخاني بات معها اخيناء كبيرة وبيقولها ان هي استغلته علشان يساعدها ولما ما بقيتش محتجاله وبقت تبعده عنها فبتتدايقني كل من كلامه وبتقوله ان هي عايزة يقطع علاقتها بيها هي وديون وبتسيبه وبتمشي وبتتصل نيكول بشارلوت وبتحكي لها على حصل وبتقول لها ما تخليش بات يشوف ديون تحت اي ظرف فبتوافق شارلوت وبالفعل لما بيجي باب بعدها يقابل ديون شارلوت بتمنعه وبتطلب منه يمشي بهدوء لكن باب بيرفضه بيقولها ان هو المرب ديون وان هو من حقه يشوفه وهي ما تقدرش تمنعه ولما شارلوت بتلاقيه مصر ان هو يشوف ديون بتستغلم قوتها وبتكهربه لكن اول ما باب بيعرف ان هي عندها قوة خارقة بيتحاول لكائن العاصفة واللي هو كان بيتل الاشخاص اللي اكتسب القوة الخارقة وفي اللحظة دي بنكتشف ان بات هو كائن العاصفة اللي قتل جوز نيكول وقتل كل افراد البعثة اللي اكتسبوا قوة خارقة فبتحاول شارلوت تتصدى البات لكن هو بيكون اقوى منها بمراحل وبيبدأ يضربها بقوة البرق وللأسف بيقدر يخلص عليها وهنا بتوصل نيكول للبيت وبتشوف اللي بيحصل وهي مرعوبة وبتجري نيكول على ديونه وابتقده وبتهرب بسرعة قبل ما بات يقدر يشوفها لكن المشكلة ان هي ما بتكونش عارفة ان بات هو رجل العاصفة ولما بيجي تاني يوم بيرجع بات لطبيعته وبيروح يدور على نيكول وديون في كل مكان لكنه مش بيقدر يلاقيهم فبيروح بات لبيت كات اخت نيكول وبيسألها عنهم وبيكون باب بيتسرب في طريقة غريبة وبتقوله على العنوان بيتغلط عشان يروح يدور فيه ولما بيمشي من عندها بتتصل كاب نيكول وبتبلغها قبل اللي حصل وانيكول هي كمان بتقولها كل اللي حصل وبتعرفها ان هم راحوا يستخبوا في كوخ علشان رجل العاصفة بيطردهم وانيكول بتفضل مع ديون في الكوخ ده لغاية ما بتلاقي بات جاي زورها فبتنصدم نيكول وبتسأله اعرف مكانها ازاي فبيقولها ان هو بعت رسالة لديون وتسأله فقاله على العنوان فبترفض نيكول تتكلم معه وتدخل له الكوخ وده علشان الكلام الجرح اللي قالوا ليها وعلشان كان عايز يرتبط بيها غزب عنها لان هي ما بتكونش عارفة ان هو رجل العاصفة فبتحاول نيكول تمنعه من الدخول للكوخ فبيفقد بطس السيطرة على عصابه وبيضربها وبيدخل يدور على ديون واللي بيكون تنقلم الكوخ قبل ما بات يوصل علشان يروح يقابل اصحابه في المدرسة ولما بات مش بيلاقي ديون في الكوخ بيقرر يروح يدور عليه فبتوقفه نيكول وبتسأله وبيعمل كل ده ليه فبيقول لها بات وهو مرتبك ان الشيء اللي ادى للبعثة القوى الخارقة دخل جواه هو وبقى هو بيتحكم فيه علشان يقت الكل الاشخاص اللي اخدوا منه القوى الخارقة ولما بتعرف نيكول ان هو رجل العاصفة وبتحاول تخلص عليه فبيفقد بات السيطرة على نفسه وبيتحول لرجل العاصفة وبيضمر المكان تماما لكن هي بتكون قدرت تنزل تحت السرير قبل ما الكوخ يتدمر وبتبقى لسه عايشة وبتروح نيكول تتصل بسوزان وبتحكي لها على كل حاجة وبتطلب منها المساعدة وبتوفق سوزان تسعيدها وبعدها بيروح بات لمدرسة ديوني وبياخده يتكلم معه على انفراد وبيطلب منه يستخدم قويته ويحاول يشفيه زي ما شفاه من الصداع قبل كده فبيقول له ديوني ان هو تعب جدا لما حاول يشفيه من الصداع لكن بيقول له بات ان هو لو تعب او حصل له حاجة هيعالجه زي المرة اللي فاتت وبالفعل بيبدأ ديوني يعالج بات لكن بتدخل نيكول وبتمنع ديون من ان هو يكمل على جبات فبيهجم بات عليهم وبياخد نيكول رهينة علشان يجبر ديوني ان هو يعالجه فبيجريه ديوني وبيعمل نفسه هيعالجه وبيولع فيه وبياخد امه وبيهرب لكنه بيتحاول هنا لرجل العصفة وبيبدأ يطردهم عشان يقتلهم وبتوصل سوزان للمكان وهي معها قوات خاصة علشان تحاول توقف ذات لكن من غير اي فايدة وبيقدر بات يتخلص من كل قوات سوزان وبيهجم على نيكول وبيكون هيتلها وفي اللحظة دي بيتعصب ديوني وبيفقد السيطرة على عصابه وبيطلع يتصدل بات عشان ينقذ امه وبعد قتال طويل بينهم الاتنين بيكون ديون اقوى منه وبيقدر يخلص عليه وبكده يكونوا قدروا يخلصوا من الشهر اللي كان بيهددهم وبتكون يكون فرحانة وفخورة كمان بابنها وبيقرروا يبدأوا حياتهم مع بعض ويحاولوا يستقروا ويعيشوا مع بعض في سعادة لكن المفاجأة ان الشيء اللي كان جوابات ما بيموتش وبيخرج منه وبيتنقل لولد صغير وبنفهم ان دي مش النهاية او ان الكائن ده لسعايش وان اكيد في جزء تاني وبيخلص المسلسل